في كلمة المملكة امام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الاعتداء العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة اكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية اسامة نقلي على ادانة المملكة للانتهاكات الاسرائيلية وموقفها الداعم للشعب الفلسطيني ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا الاولى وستظل كذلك حتى ان يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ختاما تجدد المملكة العربية السعودية التأكيد على وقوفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وادان البيان الختامي للاجتماع العدوان الاسرائيلي مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في اتباع كافة اشكال النضال المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي هذا الاجتماع حمل الحكومة الاسرائيلية كامل المسئولية وايضا ادانا باشد العبارات محاولة بعض الدول لعاقة صدور قرار عن مجلس الامن يدين هذا العدوان الاسرائيلي العسكري غير المبرر على قطاع غزة اكد البيانة الذي صدره على المرجعيات الثابتة للحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة المرجعيات التي ارستها الغمامة العربية ومبادرة السلامة العربية وطالب البيان كذلك البيان الذي صدره طالب عدم افلات اسرائيل للغوى الغايمة بالاحتلال من العغاب وحمل الاجتماع مجلس الامن المسئولية القانونية والاخلاقية التي يجب ان يتخذها ضد العدوان الاسرائيلي مؤكدا دعم الجامعة العربية بالكامل لدولة فلسطين في ملاحقة الاحتلال ادانة عربية للاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة ومطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصمع عبد المقصود الاغبرية من جامعة الدولة العربية بالقاهرة